تواصل وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار فعلياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك ويأتي ذلك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع كبرى السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة فيها التي يصل عددها إلى 1056 فرعا على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي أعلنت الوزارة استمرار فعلياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع كبرى السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 1056 فرعا موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وجاء مد فترة المبادرة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة السلع كلها متوفرة بشكل كبير جداً المنتجات كلها متوفرة في كل الفروع مش فرع واحد بس ودي يعني نشكر فيها سلطة رئيس جداً ما هو خلالنا نشارك في حاجة زي كده معي كل السلع موجودة الحمد لله يعني كل اللي بحتاجه بلاقيه هنا هو متوفر بصراحة في المكان كل حاجة والأسعار كمان كويسة هنا في ظل أزمة عالمية بتأثر على العالم كله ومأثرها برضو على مصر ومنطقة الشرق الأوسط بس المنتجات متوفرة وأسعارها كويسة مبادرة كلنا واحد يعني كويسة جداً ما شاء الله بنشكر رساد الرئيس وزارة الداخلية على توفر السلع والمنتجات في الأسواء شكراً يا رئيس أنك في ظل غلاء الأسعار في العالم كله حضرك موفر لنا مبادرة زي مبادرة كلنا واحد الأسعار فيها في متناول الجميع ألف شكراً يا رئيس ودائماً داعم لنا ربنا يخليك لنا ولضمان توفير مزيد من السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة في إطار المبادرة أقامت وزارة الداخلية بالتنسك مع كبار التجار والمواردين عدداً من الشوادر الرئيسية بالشوارع والميادين تتوفر فيها كافة أنواع السلع بالتخفيضات المعلن عنها لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكن وحرصاً من وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك شاركت الوزارة ومن خلال منظومة أمان في معرض أهلاً رمضان بسلع متنوعة ذات جودة عالية وأسعار مخفضة حيث شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على الشراء مستفيدين من تلك التخفيضات كما وجهوا الشكر لوزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة في هذه المعارض أنا جيت النهاردة لمعرض أهلاً للمضان لقيت الأسعار حلوة جداً ورخيصة عن بره وكل حاجة متوفرة زيت سكر رز مقارونة عسل كل حاجة الأسعار كانت حلوة بالزيادة بأمانة وأرخص أسعار كانت هنا بأمانة شكر للريس وشكر للزارة الداخلية كما تقوم منظومة أمان بطرح كميات كبيرة من السلع عبر منافذها المتحركة الموجودة بالشوارع والميادين على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة إضافة إلى توفر السلع في 1026 منفذاً سابتاً ومتحركاً تابعاً للمنظومة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت شكينا رئيس المقارنة كل سنة ومتطيئة نايد الرئيس عبدالع السيس على يعمل مع الناس الغلاثة والله وعيد ساعدنا عن المعايش الصعب والله دعا يا مصر دعا يا مصر دعا يا مصر وغز الصراحة جميل وأرخص ومبره بكتير بكتير كما قامت منظومة وأمان بطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة عبر سيارات متنقلة موجودة بالشوارع والميادين جينا العربية وزارة الداخلية بتوزع سباق وحاجة حلوة جداً والأسعار كويس يعني كرتنا ب50 جنيه يعني حاجة رخيصة مش غالي أسعار جميلة وزي الفل وتحيا مصر جهود اجتماعية تبدلها وزارة الداخلية من عجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع فكانت المساهمة الفاعلة من الوزارة بتوفير هذه السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة لا تتوقف مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية عن تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لتخريف الأعباء عنهم فالمرحلة الثالثة والعشرون من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تهدف إلى توفير كافة أنواع السلع وبجودة عالية وبتخفضات انقص النسبة إلى 60% في قبرى السلاسل التجارية المشاركة فيها وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية عبدالله بركات التلفزيون المصري